السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصفة الثالث الأعدادي إن شاء الله نتابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جام كتاب باي بيت كتاب المواصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نحض مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين التالت والرابع من يونت وان الوحدة الأولى من كتاب المواصر للعام الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين ونحل مع بعض صفحة ستة وربعين سبعة وربعين تمانية وربعين أول حاجة هنا بيقول تدريب على المفردات الجزء الخاص بالاختيارات وهنا في البداية يجيب لي هنا الاختيارات على التعريفات بصوا الرقم واحد بيقول لي هنا إيه قرآن نقط يعني ده بيكون مكان الناس بتقدر تذهب إليه عشان ترى اللوحات تشوف اللوحات وفوتوغرافز اللي وصيء الصور الفوتغرافية object اللي هي الأشياء أو القطع الأسرية أي تسترى يعني إلى آخره المكان اللي بنشوف فيه اللوحات والصور الفوتغرافية والقطع الأسرية أو الأشياء الأسرية ده اسمه إيه exhibition ده اسمه exhibition اللي هو المعرض ولا library ده تعريف المكتبة ولا bank تعريف البنك ولا factory اللي هو المصنع طبعا ده اللي هي exhibition المعرض رقم اتنين بيقول النقط is a form of transport ده شكل من اشكال النقل او من وسائل النقل that carries people يعني يحمل الناس or cars او السيارة اكرس ورر اكرس ورر يعني عبر الماء ايه بقى من وسائل المواصلات دول بتمشي عبر الماء في رقل هي المعدية او العبارة في لين الطائرة بتكون عبر الماء ولا مترو المترو مترو الانفاء ولا ترام اللي هو الترام طبعا طالما قال لي اكرس ورر عبر الماء يبقى عرضه باختار فري المعدية او العبارة يلي بقى هنا على synonyms anthonyms suffixes prefixes عندي هنا على المراضفات والمضاد وكمان عندي suffix اللي هي اللاحقة وكمان اللي هي البادئات او البادئة تمام بيقول هنا the prefix البادئة ايه لو نضفت ايه في البداية gives بتاطي the opposite of familiar بتجيب لي العكس من كلمة familiar يعني مألوف تمام i-n i-l-l you-n i-n طبعا اسمها ايه اسمها unfamiliar يعني غير ايه يعني غير مألوف غير مألوف رقم اربعة she lives near the school هي بتعيش بالقرب من المدرسة the word near كلمة ايه كلمة قريب means يعني تعني كلمة قريب تعني for يعني بعيد طبعا ده اللي وبزيت منها العكس wide واسع وعريض ولا close to يعني قريب ولا طول يعني طويل اللي بتسويها في المعنى ما يقولي means يعني اللي بتسويها في المعنى كلمة نير قريب وكلمة cruise برضو قريب يعني بتسويها في المعنى بنختارها نيجي بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول smoke is not الدخان بيكون ايه او التدخين بيكون ايه تمام it isn't good for the environment ده بيكون isn't good for good for يعني مفيد لي ما بيكونش مفيد لي او بيكون دار لي الايه دار لي البيئة peaceful يعني هادئ ولا floating يعني ملوس ولا boring يعني ممل ولا interested يعني مهتم عايز اقول الدخان ده بيكون هنا ايه floating يعني بيكون ملوس يعني معنى كده انه هو ضر الايه ال environment البيئة رقم ستة you can find shopping comfortable ممكن انت تجد تسويق مريح تمام on the internet على الانترنت كلمة comfortable اللي هي معناها مريح تمام here like تمام زي ايه بقى like يعني مثل او بتسويها في المعنى كلمة ايه يعني تسويق سهل slow بطيء boring ممل difficult يعني صعب كلمة comfortable تسويق مريح وبرضو تسويق easy يعني ايه easy سهل بعد كده رقم سبعة بيقول هنا when something is good for the environment لما يكون شيء ما مفيد ل the environment البيئة then it is معنى كده انه بيكون دهقي lazy معناها ان هو كسول بصص الاوتوبيسات and first والايه والمعديات او العبارات are types of يعني دي من انواع او انواع من انواع من ايه boots اللي هي القوارب plants دي من انواع النباتات ولا transport من انواع النقل ولا تكنولوجيا من انواع التكنولوجيا طبعا الاوتوبيسات والقطارات دي بتكون من انواع transport types of transport من انواع النقل رقم تسعة if you go to the space نقط لو انت تذهب الى ايه للفضاء today اليوم you will learn about the science of space انت سوف تتعلم عن ايه عن علم الفضاء يبقى science of space تتعلم عن ايه علوم الايه علوم الفضاء street لو انظرحت بقى street الشارع ولا exhibition المعرض بتاع الفضاء the space exhibition المعرض الفضاء ولا room الغرفة والبكري المغبس طبعا لو انت روحت الى the space exhibition لمعرض الفضاء هتعرف عن او تتعلم عن علوم الفضاء بعد كده رقم 10 هنا بيقولي نقطة most book tickets يجب book هنا بمعنى يحجز لازم يحجزوا التذاكر before getting on the train قبل هنا getting on يعني يركب قبل ما يركبوا train القطار تمام يبقى baby's اللي هما الرضع الاطفال الرضع ولا toys اللي هي الالعاب ولا passengers اللي هما الركاب او المسافرين ولا crosswords اللي هي الكلمات المتقطعة طيب عندي هنا ايه عندي من اللي لازم يحجزوا التذاكر قبل ما يركبوا القطار طبعا passengers الركاب رقم 11 I think traveling by train is very not اعتقد ان الصفر بالقطار بيكون ايه it's my favorite ده هو المفضل بالنسبالي طبعا المفضل بالنسبالي يبقى عايز اختار ايه عايز اختار صفة كويسة بورن اعتقد ان هو ممل ميسي يعني فوضوي ولا comfortable يعني مريح ولا hard يعني صعب او صل يبقى اعتقد ان الصفر بالقطار is very comfortable مريح جدا ده هو المفضل بالنسبالي رقم 12 loss of people كتير من الناس in Alexandria في الاسكندرية use the more to travel around the city بيستخدوهم ايه عشان يتجولوا كده في المدينة او يسفروا عبر المدينة بلين هيسفروا بالطائرة كده في الاسكندرية ولا ترام هيستخدموا الترام ولا ground اللي ايه الارض ولا فري المعدية طبعا في الاسكندرية بيستخدموا من الترام رقم 13 هنا جاي ببقى الجزء الخاص بديفنيشنز اللي ايه التعريفات يعني قائمة للايه للمواعيد or dates او التواريخ يبقى هنا قائمة ايه للمواعيد or dates او الايه او التواريخ تمام that shows اللي بتعرض when something will happen امتى الشيء ده سوف ايه happen يعني يحدث قائمة مواعيد وقائمة التواريخ بتعرض لي وبتوضح لي الشيء ده هيحصل امتى اسمه ايه بقى form يعني شكل ولا gallery gallery اللي هو الايه المعرض ولا time table ولا جدول الايه جدول المواعيد ولا ما باللي هي الخريطة طبعا اللي بيعرض للمواعيد والتواريخ time table رقم 14 the area in a station يعني منطقة كده في station الايه اللي هي المحطة where you get on منها او حيث تستطيع ايه and get on يعني تركب or off يعني get on يعني تركب او get off يعني تنزل تركب وتنزل كده او تنزل وتركب كده من الكطار is cold ايه قرآن المكان اللي أنا بركب منه الكطار او بنزل عليه كده من الكطار cold يعني يدعى او يسمى اسمه ايه بقى المكان ده اسمه هناك pavement اللي هو الرصيف ولا platform برضو يعني الرصيف ولا port اللي هو الميناء ولا airport اللي هو المطار طب انا عايزة هنا اختار رصيف من دول طب رصيف الكطار نفس اللي هو اسمه اسمه platform رصيف للايه للكطار لكن هنا في في منت ده رصيف الشارع اللي أنا بمشي عليه كده بعيد عن العربيات رقب 15 بيقولي هنا ايه we can form نقدر نحن نشكل ونكون an adjective نكون صفة when we add لما احنا بنضيف ايه to the word interest اما بنضيف الي كلمة interest بنكون صفة a-b-l-e-i-n-g-e-s-t-l-e-s-s طبعا اسمها ايه يعني ايه يعني شيق رقم 16 the word engineering كلمة هندسة تمام is a or an بتكون ايه preposition ده بتكون حرفة جر ولا verb فعل ولا نون اسم ولا adverb اللي هو الظرف او الاي او الحال يبقى كلمة engineering اللي هي الهندسة دي بتكون ايه بتكون ايه بتكون نون اسم رقم 17 اللي هو المضاد of the word nearest معنى عكس كلمة اقرب is بتكون ايه fastest اللي هي اسرع biggest يعني اضخم fastest يعني ابعد ولا highest يعني اعلى واكثر ارتفاعا طبعا انا عندي كلمة nearest الاقرب المضاد منها ايه يعني ابعد رقم 18 بيقول هنا the words peaceful and noisy الكلمات peaceful يعني هادئ noisy يعني مزعج الاثنين الاثنين دول بيكون بينهم ايه opposites يعني بينهم كده تضاد او عكس ولا equals يعني متساويين متساوي الاثنين كده بيصووا بعض في المعنى ولا synonyms بنسمعها ايه مراضف يعني الاثنين بيدين نفس المعنى ولا prefix ولا بادئات طبعا عندي بصفل هادئ ونويز مزعج الاثنين او تضاد كده او عكس لبعض رقم 19 المضاد من كلمة يغادر المضاد من كلمة يغادر مثلا كطار بيغادر يبقى عكسها يصل اسمعه ايه يصل يصل يركض يجفف او جاف يبقى عكس يغادر يصل بعد كده السؤال رقم 20 يقول هنا I have mini hopes انا عندي mini hopes يعني هوايات ايه عندي هوايات كتيرة او عديدة what I prefer لكن انا ايه افضل reading بفضل الكراءة يبقى the word prefer هنا عندي كلمة يفضل here هنا means بتسوفي المعنى كلمة ايه بقى love more يعني ايه بمعنى يحب اكثر يعني اكثر حاجة بحبها في الهوايات بتاعتي اللي هي القراءة ولا هيت يعني يقرأ loveless يحب ايه يحب اقل ولا dislike يعني لا يعجبني يعني لا يحب او ايه او لا يعجبني تمام dislike يبقى انا عندي هنا كلمة يفضل يفضل الشيء ده يعني ايه بحب اكثر يبقى love more رقم 21 مش جميل ان انت تجلس على هذا الكرسي ايه بقى طيب اكيد في حاجة الكرسي ده unable يعني غير قادر ولا comfortable الكرسي ده مريح هو هيقول الكرسي ده مريح هيكون مريح ازاي هو مش جميل انت تجلس عليه المعاق ولا غير مريح يبقى مش جميل انت تجلس على الكرسي ده لانه ايه it's uncomfortable يعني غير مريح رقم 22 can use that تقدر تستخدم ايه to travel in a city عشان تسافر في المدينة sometimes احيانا it travels underground بيسافر تحت الارض طيب عايزين نشوف كده ايه من وسائل المواصلات اللي هو جايب هنة بيسافر وبينزل تحت الارض plane الطائرة بتنزل تحت الارض ولا car السيارة ولا taxi taxi ولا metro اللي هو مترو الانفاق طبعا مترو الانفاق هو اللي بينزل underground تحت الارض هنا جايب لصفحة 48 استوء الرقم 23 عندي كلمة important يعني هام ضية صفة عندي هنا اما يجيلي بعدها الصفة لازم بيجيلي كمان بعدها ايه بعدها المصدر او المصدر بيجيلي بعدها زائد المصدر تمام يبقى الصفة بيجي بعدها المصدر انه مهم نقاط regularly regularly يعني بانتظام مفروض او مهم ان احنا نعمل ايه بانتظام exercise يعني هنا يتمرن او يتدرب to exercise to المصدر exercising بال-ing exercises باضافة ال-s طبعا انا عايزة طول المصدر يبقى to exercise it's important to exercise regularly مهم ان انا اتمرن regularly يعني بانتظام رقم 24 الكطار الى نقاط 10 بيغادر من ايه عشرة من رصيف رقم 10 اللي هو الدي ولا اللي هي الارضية ولا اللي هي الظهرة طبعا بيغادر من رصيف رقم 10 يبقى من رصيف رقم 10 رقم 25 دينا از هارين دينا تسرع 2 نقط الى ايه او او ايه اه اه تسرع عشان تعمل ايه لالوتوبيس بتاع المدرسة يبقى بتسرع عشان تعمل ايه hold يعني يمسك do يفعل ولا يلحق بي ولا يترك او يغادر يبقى هي بتسرع عشان تلحق اوتوبيس المدرسة يبقى دينا از هارين to catch the post school عشان تلحق الوتوبيس المدرسة